الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم من نادي أهلي وفريق مازنبيل عقد زهر اليوم وذلك للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة اللي هتجمع الفريقين غدا إن شاء الله الجمعة في إيجاب دور نصف النهائي لبطول الدوري أبطال أفريقيا حضر الاجتماع من النادي الأهلي كابتن خالب بيب ومدير الكرة واللواء علاء صلاح المنصق الأمني والكابتن سامير عدلي المدير الإداري ووائل محمد ووسامة محمد إداري الفريق إلى جانب المنصق ومرائب المباراة وممثل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف ومسؤول فريق مازنبي خلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشرط الأبيض والجورب الأحمر ويرتدي حارس المرمى طاقم من اللون الأزرق بالكامل فيما تقرر أن يرتدي فريق مازنبي القميص المخطط الأبيض والأسود والشرط الأسود والحارس يرتدي طاقم من اللون الأغضر بالكامل وتم من خلال الاجتماع التأكيد على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة وموعد وصول الفريقين لأستاذ القاهرة ومدة المدة المحددة لفترة الإحماء وغيرها من الأمور التنظيمية والأمنية هذا ويلتقد أهلي ومزنبي في العشرة من مساء غدا الجمعة على أستاذ القاهرة في إياب دور نصف نهائي الدوري أبطال أفريقيا وكان الفريقين قد تعادل سلبا في المباراة الزهاب التي أقيمت السبت الماضي في الكهون طبعاً دي أمور وترتيبات روتينية جداً بتحصل كل ماش ما فيهاش أي جديد الأهلي بالزير الرسم بتاعه ومزنبي الكونغوري بالزير الرسم بتاعه فيش أي جديد يمكن ترحيل معادة المتش من 19 ده لتوقيت الصيفي خلاص في المباريات وإن شاء الله إن شاء الله يعني المباراة دي تكون وصلنا للمباراة النهائية